كاي الناس لي مايفرقوش بين صلاة الفجر والصبح ومع لبالهمش كيفاهي صلوها السبب بسيط كاي اللي يحشمو ما يسألش المهم كي قدن ادنى الثانية تنود تصلي ركعتان بدون اقامة يعني جي مباشرة تقول الله اكبر وتبدأ في الصلاة اسمها الفجر فالركعة الاولى تصليها بالفاتحة وصورة الكافرون والثانية تصليها بالفاتحة وصورة الاخلاص وهنا ركملت صلاة الفجر من بعد يجي الصبح اول حاجة تديرها هي اقامة الصلاة من بعد تكبر وتصلي ركعتان الركعة الاولى تصليها بالفاتحة وما تيسر من القرآن والركعة الثانية نفس الشيء اهم حاجة الوقت هذا الصلاة يمتد من الاذان الثاني الى شروق الشمس ان شاء الله ما تنحرموش من الاجر التاحة وربي ثبتكم عليها ودائما تفكروا قول الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا وما تخليش هذا الفيديو يحبس عندك الدال على الخير كفاعله سلام